أروح بقى لانطلاقة الدوري العام وأنا هنا في نفس المكان الإسبوع الماضي لما قلت الموعيد المقترحة لأول 7 إلى 9 جولات حصلت بالنص مبارح ربطة الأندية المصرية أعلنت أن في 8 مباريات هتتلعب قبل توقف كاسر الأمم الإفريقية وقالت الموعيد وزي ما قلنا الموعيد الإسبوع اللي فات الدورة ينطلق 25 أكتوبر لكن طبعاً أهلي عشان عنده مباراة يوم 23 فهيلعب مباراة الإسماعيلي يوم 27 كنت أتمنى وكل الأهلوية كانوا يتمنى المباراة تكون في السادس معلية لأن بالتأكيد مباراة العودة تكون على ملعابي لكن أنا هتطر بما أني ألعب المباراة الأولى في برج العرب المباراة الثانية لقاء العودة أو لقاء الدوري الثاني هيكون أيضاً في برج العرب فده مش من مصلحة الأهل لكن عموماً أن ألتزم وأن ألعب في أستاذ برج العرب مباراة إسماعيلي يوم 27 أكتوبر الأسبوع الثاني الأهلي هيصديف البنك الأهلي 31 أكتوبر على أستاذ الأهلي والسلام والأسبوع الثالث الزمالك سيصديف الأهلي يوم 5 نوفمبر على أستاذ القاهرة الدولي الأسبوع الرابع الأهلي هيصديف المؤلين العرب يوم 18-19 نوفمبر على أستاذ الأهلي والسلام غزل المحلة هيصديف الأهلي يوم 22 نوفمبر على أستاذ غزل المحلة الأهلي هيصديف سموحة 25 نوفمبر على أستاذ الأهلي والسلام فيوتشر هيستضيف الأهلي 21 ديسمبر على استاد الأهلي والسلام لستداء الأهلي والسلام بيستضيف مباراة فيوتشر والأهلي أيضا الأهلي هو بيراميز 25 ديسمبر وآخر مباراة في الإسبوع الثامن على استاد الأهلي والسلام دول الأول تمن أسابيع في الدور العام تحدد كل المواعيد لها وهيكون فيه سلاسة توقفات للمنتخب من 8 ل 16 نوفمبر آخر جولة أو آخر مباراتين في تصفيات كاس العالم الأجندة الدولية ومن 6 نوفمبر لـ 18 ديسمبر توقف عشان كأس فيفا للعرب ومن 26 ديسمبر ل6 فبراير ده كأس الأمم الإفريقية اللي هتصدفها الكاميرون وطبعا 26 ديسمبر هتنطلق المعاصر للنازم تلعب أو المعاصر يبدأ قبل انطلاق البطولة بحوالي أسبوعين والصفر إلى جروة مع قلب التأكيد القطن الكاميرون ودي المجموعة أو المكان اللي هتصدف مباراة مصر في كأس الأمم الإفريقية